رحب الفلسطينيون باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة مشروع قرار بعنوان حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير حيث صوتت 177 دولة لصالح القرار الذي أعاد التأكيد على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة على أرضهم المحتلة عام 67 هذا يعتبر تطور جديد إضافة إلى تطورات بالاعتراب بفلسطين عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة والانضمام إلى باك المنظمات الدولية وخاصة محكمة الجنايات ولكن كل هذه المواقف غير كافية المطلوب خطوات عملية المطلوب إلزام إسرائيل باحترام الكوانين الدولية والموثيك الدولية هذا القرار والذي عارضته سبع دول على رأسها الولايات المتحدة يؤكد على الضرورة الملحة للقيام دون تأخير بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 67 وتحقيق تسوية سلمية عادلة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلاة ومرجعيات عملية السلام تسويت مجددا في الجمعية العامة للأمم المتحدة على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصيري يعكس هذا التوافق الدولي على حق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه وهذا الحق هو الحق الأساس الذي يحكم وينظم كفاح الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والاستيطان والعنصرية ويعتبر المنطلق الأساسي في توجه الفلسطينيين نحو المؤسسات الدولية هذه المواقف الدولية تعزز حقوق الفلسطينيين على أرضهم رغم ممارسات الاحتلال الهدفة إلى فرض الحقائق وإقصاء الفلسطينيين وعزلهم الكرار الدولي يؤكد على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم على أرضهم إلا أن الفلسطينيين يتطلعون إلى قرارات دولية قابلة للتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع لصالح إقامة دولة فلسطينية وإنهاء الاحتلال حسن أبو الروب الإخبارية رام الله